إلى ذلك يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غزة ضمن البلد المتعلق بالوضع في الشرق الأوسط وستقدم كبيرة منسيق أشياء الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريت كاغ ستقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع كما يعقد المجلس غدا الأربعاء جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة وذلك بناء على طلب الجزائر